والإطراب مشروع مشروع تبت بقايا نزم مخلوع سورة سورة حتى النص سبني دورة بيحكم مصر سبني دورة بيحكم مصر عيش هرير عدالة يتمعين عيش هرير عدالة يتمعين هم المصر الوهاوية مش عايزنا أسرارية مفيش عدالة يتمعين خالص مفيش أي بوادر يحسسوا الناس أنها يحصل في عدالة يتمعين أي بوادر حاسم البلد يداوي راح ثلاث مرات المجلس العسكري في ثلاث أنزمة الحد الأدنى والحد الأقصى واترفض والغاية الآن بتوعي حسن بارك بيأخذوا ملايين والأمات ملايين حرير عدالة يتمعين عيش هرير عدالة يتمعين هم يا مصر سوري سوري لا تنطاوي ولا تنطاوي لا تنطاوي ولا تنزوري هو اللي حاصل دلوقتي صراعا ما بين الحرمية وما بين الشعب وطبعا الفردس العسكري بالشرطة عن البشر حرمية وهم اللي بيدافوا عن كل الفرول وكل الناس اللي هو في البلد العاصر لازم يمشي هور مرخبش الاصر لازم يمشي واللي يدي الشعب بمصر ما ينفعش يحكم مصر ما ينفعش يحكم مصر يا صورتنا سوري سوري احنا في مرحلة لسه العمال والتنظيمات العملية ما بقتش موجودة بدرجة بتعمل بكفاقة شديدة علشان فاضل تبقى لضمة لضمة بتاع الحركة مع بعضها احنا لسه في بداية ولادة تنظيمات نقابية جديدة بتحارب بشدة من جهات كتيرة جدا على رأسها الدولة والعسكر دول أصلا اللي طلعوا قانون لتجريب الاعتسام والإضراب اللي حسن مبارك مقدرش يطلعوا في نفس الوقت ممتنعين عن إصدار قانون جاهز اللي هو قانون الحريات النقابية وأصحاب الأعمال بيدربوا في النقابات الجديدة بشدة وبالذات في الأماكن الاستثمارية في دبح عملية دبح مفصل لكل العمال اللي بيأسسهم نقابات واللي هم كانوا محرومين كل عمرهم اللي بيأسسهم نقابات في المرحلة للنظام خايف فعلا من اندمام العمال لالعتسام بدان التحذير لأنه كان فيه دول مهم جدا لاندمام العمال في رحيل حسن مبارك نحن ما نهجرش ده أنه طبعا العمال ما دخلوش المعركة بصفاتهم كطابقة في الأول بس بعد جدا الاعتسامات والإضرابات بمآل المصانع والشركات يوميا دي عجلت جرب بأنهم يماشوا حسن مبارك ونتخلص الجولة الأولى من صور 25 يديد الإضراب مشروع مشروع ضد بخايا صم مخلوع الإضراب هو أسلحنا ضد العسكر بيه تتحنا فهدف الأسكار بيزيزيزيزيز